ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي مع نائب المبعوث الأممي لليمن مع عين الشريم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بعملية السلام والشأن اليمني وفي اللقاء جدد وزير الخارجية التزام الحكومة اليمنية بالتعاطي الإيجابي مع المسار الأممي الذي يقوده المبعوث الخاص للأمين العام وحرصها على تسهيل مهامه والتوصل إلى حل شامل ودائم مبني على المرجعيات ينهي الإنقلاب والحرب ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني ودان الحضرمي استمرار الممارسات الحوثية لخلق أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية في مناطق سيطراتها بهدف الإضرار بالمواطن اليمني وتمويل آلة الحرب واختطاف هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية وأكد حرص الحكومة على السئنة في اجتماعات لجنة الأسرة والمعتقلين وصولا إلى إطلاق جميع المعتقلين فيما يتصل بخزان صافر أشار الوزير إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على الميليشيات الحوثية بغية تمكين الفريق الفني للأمم المتحدة من البدء بمهمة التقييم والصيانة للخزان إلى ذلك أكد نائب المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق التهدئة والسئنة في المشاورات السياسية والبناء على ما تحقق في سويسرا لإطلاق المزيد من الأسرة والمعتقلين كما أشرا إلى ما تبذله الأمم المتحدة من جهود في سبيل إنجاز مهمة المرتقبة للفريق الفني للأمم المتحدة لمنع حدوث أي كارثة محتملة لخزان صافر في السواحل الغربية لليمن